بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام فيكم بهذا الدرس الجديد من دروس دورة السيشة مقدمة وقلب أفريق أصص معكم خلوني داري ضمن هذا الدرس هنحكي شوي عن بيئة العمل والمتحولة خلونا نقلش أول شي مشروع شديد طبعا نحن في عنا مجموعة من القوائم فوق كل قائمة من هالقوائم هاي إلى عمل محدد هنحكي عنهم بخلال دروسنا المقبلة إن شاء الله بس ما بدأيا لإنشاء ملف جديد حكينا سابقا إنه بضغط على جديد بعدين على project بختار إنه المشروع بديها console app وبعدين بضغط next هلا بختار مثلا اسم المشروع تبعي اللي هو نفترض variables 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 بضغط هلا create إنشاء فبيتم إنشاء المشروع تبعنا عم يتم إنشاءه حاليا هذا هو المشروع تبعنا هاي هي النافذة هون في عنا شغلة اسمه solution explorer من خلاله أنا بستعرض ملفات المشروع تبعي ملفات البروجيكت تبعي فلاحظ إنه في عندي شغلة اسمه dependencies ما كتير مهمة بالنسبة لنا شو هي لكن اللي بهمني هو هذا الملف اللي هو program.cs 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 يعني cs اختصال لc-sharp هو الملف اللي في الكود تبعي هذا لحظوا هون ضمن هذا التاب أو هذا التبويب أنا فاتح program.cs اللي بيحتوي على كود c-sharp اللي بيتم تنفيذه خلال هالمشروع ها هون في عنا شغلة اسمه using شو هي using البرمجة من جديد صرت كتير اسهل مما سبق ليش؟ إنه صار في عنا شغلة اسمه libraries المكتبات مكتبة.شو هي المكتبة بقى؟ قال سابقا لا حتى أنا أعمل عملية طباعة على النافذة مثلا على الشاشة كنت بحتاج إني أعمل مثلا 3-4 تعليمات ما مفترض.هلا لا صار بي تعليمه واحده مثل هاي مثلا console.rightline تطبالي على الشاشة فورا طيب هو شو عرفوا إنه هاي التعليمه واحده هاي التعليمه واحده هي عباره عن فيك تقول شغلة اسمه method موجودة بالمكتبة يعني أنا عم بستدعي هاي الميثود الموجودة بمكتبة الكونسول بقلبه مكتوب شوف مثلا تكاتب لك إنه هي وين موجودة بالسيستم اللي أنا عملها using for شوفوا إذا قمتل using system فمعت يعرف هاي console.rightline شو هي الكونسول.rightline أنا ما بعرف شو هي الكونسول فالكونسول معرفه بشكل كامل وين بقلب السيستم يعني فيه يعمل ctrl z بيطلع لي using system إذا السيستم هي لاباري.حنا نتعمل كتير مع لاباري مكتبة مكتبة بقلبه أنا معرف مو أنا طبعا جمالة السيشار معرفين شو هو الكونسول وشو في بقلبه توابع نحنا منسميها تعليمه writeline هي تعليمه بس هي فعنية مو تعليمه أنا عم بستدري تابع موجود بمكان آخر يعني مثلا بالكونسول فمسلا هون إذا كتبت له console. بيطلع لي كل شي شغلات موجودة بقلب الكونسول كل شي أحد هالشغلات يلي هو write line شايفين في عندي write وفي عندي write line أحد الشغلات الموجودة بقلب الكونسول بس كل هدون موجودين بقلب الكونسول هنحكي عنهم كمان بالتفصيل لاحقا فإذا نحنا فوق دائما بنعمل انه استخدم لي المكتبة الفلانية تقريبا كل برامجنا هنستخدم مكتبة وفي مكاتب ثاني هنستخدمه بعدين في عنا شغلة اسمه namespace namespace هو الفضاء فضاء المشروع تبعي كدشي ملفات العلاقة بهذا المشروع بحطه بقلب فضاء اسمه من اسم المشروع اللي هو variables لقده ممكن يكون في عنا كذا ملفات فبحطهم بنفس ال namespace هذا الموضوع طبعا ينطبق على الجافا ينطبق على البايثن ينطبق تقريبا على كل اللغة اذا في عندي namespace هو عبارة عن فضاء اسمه من اسم المشروع تبعي بعدين في عنا شغلة اسمه class program شو هذا ال class ال class هو عبارة عن صنف او صف بيحتوي على مجموعة من الامور كتير هذا الموضوع له علاقة بال OOP الى هي برمجة كائنية او غرضية التوجه حفا كائنات بيكون فيها كائنية التوجه كمان ممكن يمشي الحال شو بتفين ديم الحياة العملية هنحكي عن هذا الموضوع لاحقان ما كتير مهم بالنسبة لنا لكن لقدام كتير مهم بس الهدف من ال class هو تنظيم العمل تبعي احسن ما اعمل مثلا اذا كان عندي مشروع له علاقة بالطلاب احسن ما اعرف كل طالب لحاله بصير بعرف شغلي اسمه class هاي اللي class هي عبارة عن اسمه طالب هذا الطالب شوفي بقلبه شوفي توابع بقلبه بتحسبلي معدن وكذا بعرفه مرة واحدة وبصير بستخدمه دائما على اي طالب بديه فهذا فقط هدفه تنظيم العمل ومو شغلي قليلة انه تنظيم العمل شغلي كتير كبير هذا الموضوع بالنسبة لل OOP هلا حاليا ما بهمنا لكن نحنا بهمنا بكل كود سي شارب عم نستخدمه في عنا اول شي مكتبات حنستدعيه بعدين namespace لا اسم المشروع تبعي بعدين في عنا قوصة فتح وتسكير بقلب هال namespace في عنا class هذا اللي class دائما اسمه program يعني انا اذا جربت غيرت اسمه ممكن يصير مشاكل انا حسميه program في بقلب هال اللي class شغلي اسمه مين المين هو عباره عن تابع تابع مثل توابع الرياضية شلون في عندي بالرياضيات function او تابع التابع دائما بيكون له مدخلات بيكون له مخرجات مثلا برياضيات المدخلات للتابع هي X والمخرجات هي Y وفي عندي مجموعة تعليمات كنا نسميها برياضيات علاقة الربط ثلاثة X زائد 4 هي عباره عن تعليمات رياضية بالبرمجة كما بتكون عباره عن تعليمات هذا هو المفهوم التابع بشكل عام بكل code C sharp بكل مشروع C sharp اجباري لازم يكون في عندي تابع اسمه مين التابع الرئيسي انا لما بيجي بيضغط run شغل المشروع بيجي الكمبيلر اللي هو المفسر اللي عم يفسر تعليمات للكمبيوتر كمبيوتر شو بيفهمه شو انا كاتب في عندي شغلة اسمه كمبيلر هي هو المترجم بيني وبين الكمبيوتر انا عم بكتب والكمبيلر هو عم يترجم للكمبيوتر شو عم بكتب تمام مش هينفسه الكمبيوتر فاول ما اضغط run انا بيجي الكمبيلر بدور على الكود تابعي ان شاء الله يكون الفين تابع بدور على تابع اسمه مين هي نقطة البداية بالنسبة اله المين اذا بدور بكل التوابع انا اذا سميته مين اثنين مثلا ها وجربت اعمل هيك بيقول لي في عندك خطأ لانه ملق على تابع المين لازم رجع له تابع المين اذا شوفوا شو عم يقول لي انه البرنامج تبعي ما عم يحتوي على ميثود ميثود يعني طريقة ترجمة الحرفية لكن هي مقصود فيها هون تابع فانكشن ميثود ما عندي مين يعني دي بكر دور على مين ملقه في مين اثنين ما بده مين اثنين هو بده مين لانه المين هي دائما نقطة البداية لذلك شو بيساوي لك انت اول ما تضغط مشروع بدلا ما تكتب هدو التعليمات وتقوم تنسى لك شي شانا خلص انا كتبت لك ياهون لهدول لانه كل مشروع اجباري بدي يكون فيهن وهي بقى الكونسول انت بتقيمه وبتحط بقى شو بدك بتحط ضمنه شو بدك لتعليم تلمين مثلا انا بدي يقول له بقى كونسول كونسول و ما بتفرع الوضع عن الوضع لحظ فيه شغله اسمه اتوكمبيت بال ai de وباي اي de حتي نوتباد بلاس ماس صار فيه الـ auto complete هو انا مجرد ما اضغط . اكتب اول حرف تاني حرف مثلا بكتبس انتر مش هم بيصلح لي اها احسن هو مش هم كمان اخفف ع حالي كتابه بكتب مثلا هاي فرم IDE IDE integrated development environment يعني بيئة تطوير العمل او هيك شي او بيئة تطوير متكاملة اي اي برنامج بكتب بقلبو كود سواء مثلا نيت بيز او ايكليبس او نوتباد بلس بلس او شي هدا فيجول ستيديو كل هدول اي دي اي اي اذا اضغطت هلا على بلاي فشو هيساوي هو الكود تمامي حيروح يدور في مين اي لا المين شوفي بقلب المين في عندي هالتعليمه هاي فبيطلع لي hi from IDE طيب اذا اجيت هلا انا قلت له بس write لما افترض اني عملت نسخ لهاي التعليمه وعملت لها لسق قلت له i love IDE مثلا قلت له هلا play فبلاحظ انه حطى لي ايانهم الاثنين بنفس السطر ليش لاني انا استخدمت method موجودة بقلب الكونسول استخدمت تابع تعليمه موجودة بقلب الكونسول اسمه write نحنا لازم اذا بدي سطر جديد طبعا انا فيلي ارجع الخيارات بيدلي كبس اكبس control ما استرى control space على هاي بيقوم بيطلع للخيارات لازم اكتب له write line لحتى يطبع لي الجبلة وينتقل لسطر جديد اما بدون write على الحل بدون write line يعني بدون line بس write فبا بيقل لي لسطر جديد بيطبع وبيستدد تعليميني بعدها ورد بيطبع وهكذا هلا هيك اذا تغطي play تقول له play بلاحظ انه نقل لي لسطر جديد مثل ما انا شايفين hi from IDE نقل لي لسطر جديد بعدها كتب لي i love IDE هيك بكون انتهى هذا الدرس الى اللقاء